موسيقى وزير التهذيب الوطني يؤكد من براءة نتقدم الاستراتيجية الوطنية لدمج عشرات الآلاف من المواطنين في القطاع الزراعي عبر مؤسسات التكوين المهني بالولاية وزير الصحية فقدوا سر الأعمال في المستشفى الجهوي للشمال وبعض المشأة التابعة لقطاعه في أدراء كهيدي تحتضر ورشة حول القانون الجديد المنظم للجمعيات والهيئات والشبكات والآليات التشاور والتبادل للتطبيق سعد الله وقاتكم بألف خير وإهلا بكم إلى تفاصيل هذه النشرة التي نسعد كثيرا بتقديمها لكم محمد لمين عبد الودود ولا لمد كما نرحب بالزميل عيش علي التي ترافقنا بلغة الإشارة شكل اللقاء الذي نظمته منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة لإيسيسكو أمس في الرباط فرصة لإبراز مكانة المرأة وطموحاتها في تحقيق البناء الذاتي والعمل من أجل الحفاظ على التماسك الاجتماعي والتطور العلمي في البلدان الإسلامية وكانت الدكتورة مريم محمد فاضل الده حرم رئيس الجمهورية قد دعت في كلمة لها خلال المؤتمر لإيسيسكو إلى توسيع مبادرة عامل إيسيسكو للمرأة للاحتفاء هذه السنة بها من خلال وضع خطة استراتيجية لخمس سنوات تعمل على رسم أهداف المتعددة المدى لبرنامج شامل تحشد القيادات الرسمية والأهلية لدعمه ومساندته رموز نسائية منبع إلهام للمستقبل شعار اختارته منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة إيسيسكو عنوانا لمؤتمرها المنظم عبر تقنية الفيديو برعاية سامية من العاهل المغربي جلالة الملك محمد السادس وبحضور افتراضي تمثل في السيدات الأول بكل من الجمهورية الإسلامية الموريتانية وجمهورية مصر العربية وجمهورية أفغانستان الإسلامية إضافة لممثلات عن بعض البلدان العربية والمنظمات الدولية المؤتمر شكل مناسبة للسيدة الأولى الدكتورة ماريون محمد فاضر الده أكدت خلالها أن المرأة كانت دائما مصدرا للإلهام والإبداع والابتكار على المستوى الثقافي والعلمي والاجتماعي وأكدت السيدة الأولى في كلمتها أن تعليم النساء يشكل رافعة قوية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وأن المجتمعات التي يسود فيها السلام والوئام هي المجتمعات التي راهنت على تعليم المرأة كما أن الاستقرار الأسرية والتماسك المجتمعي والسلم الأهلي أمور مرتبطة بالمستوى التعليمي والاجتماعي والاقتصادي للمرأة ودورها في الحياة والشأن العام والمسؤولية المجتمعية مشيرة إلى أن المرأة لعبت دورا حاسما في مواجهة الانعكاسات السلبية لجائحة كورونا على المستوى الصحي والاجتماعي والاقتصادي والنفسي داعية للإسسكو إلى توسيع هذه المبادرة الحميدة للاحتفاء هذه السنة بالمرأة لتصبح خطة استراتيجية لخمس سنوات والعمل على رسم أهداف متعددة المدى لبرنامج شامل يعمل الجميع على تحقيقه خلال هذه الفترة الخماسية وتناول المشاركون في المؤتمر عدة موضوعات من أبرزها الإلهام وتمكين القيادات الحكومية وإسهامات النساء في تطوير النظم المؤسسية الدولية ولتصلت ضوء على مضامني هذا المؤتمر وأهم مميز جرساته ونقاشاته نستضف لكم مباشرة من الرباطة الدكتور سالم بن محمد المالك المدير العام للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة لسيسكو أهلا وسهلا بكم ضيفنا الكريم أهلا وسهلا بكم شكرا ضيفنا الكريم إلى أي حد يشكل هذا المؤتمر بداية عهد جديد في بلدان العالم الإسلامي في تعاطي مع قضايا المرأة والتمكين لها نعم أولا شكرا لكم هذه المبادرة من الإسسكو لإعلان 2021 عاما للمرأة هو تقدير واهتمام لدور المرأة التي قامت بها خلال هذه الجائحة والمرأة خلال جائحة كورونا كانت في الصفوف الأمامية تقدمت في الصفوف الأمامية في القطاع الصحي وفي التعليم وكل المتغيرات والأساليب الجديدة التي حددت في التعليم كانت المرأة في المقدمة حققت المرأة حقيقة مكاسب كثيرة وعلى النقيض تماما مما يقال بأن هذا العام كان عام خسائر للمرأة لا أعتقد بأن هذا صحيح منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلم أرادت من هذا العام أن تقدم المرأة بالشكل الذي يليك بها وتعطيها حقها وتبرز دورها الريادي ليس فقط في المنزل والمجتمع ولكن أيضا دورها القيادي في المنظمات الدولية وكرائدة في القيادات الحكومية هذا ما حاولنا أن نبين لذلك استضفنا عدد كبير جدا من الرموز النسائية التي سطعنا في بلدانهن وفي عالم الإسلامي وفي العالم أجمع سيد المدير سيد الأولاد دكتورة مريا محمد فاضل قدمت مقترحات خلال هذا المؤتمر من بينها توسيع مبادرة عامل إسيسكو للمرأة للاحتفاء هذه السنة بها من خلال وضع خطة استراتيجية لخمس سنوات كيف ترون هذه المقترحات؟ السيدة الأولى لموريتانيا في كلمتها كانت غنية وثرية حقيقة وملهمة لكثير ليس فقط من النساء ولكن أيضا للفتيات وفي مجمل الكلمة كان هناك بعض الرسائل التي أرى بأن يجب أن تأخذ أقتبس منها فقط بأن المرأة دائما مصدر الإلهام والإبداع والابتكار سواء على المستوى الثقافي والاجتماعي أو العلمي ذكرت أيضا أن الإلهام مرتبط بالمعرفة والمعرفة مرتبطة بالتعليم قالت بأن تعليم النساء رافعة قوية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وأن المجتمعات التي يسودها الوئام والسلام هي المجتمعات التي راهنت على تعليم المرأة ذكرت أن المرأة والإلهام والمستقبل هي أركان صلبة للإزدهار والنمو وأخيرا تحدثت عن رؤية الاستشرافية المنشودة التي تنطلق من المرأة نفسها هذه الرسائل التي قدمتها الدكتورة مريم بنت الداه حقيقة رسائل رائعة جدا وتسجل وتسطر حقيقة بحروف من ذهب بالنسبة للخطة الاستراتيجية والخمس سنوات سنحن نأخذ بكلمتها ومن كلمات أيضا السيدات الأول وجميع من شارك ونضعها إن شاء الله من ضمن استراتيجية الإيسسكو التي نطمح إن شاء الله على تطبيقها خلال السنوات القادمة السيد المدير العام للمنظمة الإسلامية للتربية والعلم وثقافة سيد سالم بن محمد المالك شكرا جزيلا لك كنت معنا مباشرة من الرباط في ولاية البراكنا أدى وزير التهذيب الوطني والتكوين التقني والإصلاح صباحا اليوم بمدينة بوغة زيارة تفقد لذنوية التكوين المهني طلع خلالها على ظروف العام التي تجري فيها الدراسة وأبرز التحديات التي تواجه المؤسسات خلال أزيارة طلع الوزير وعلى سير خطة إدماج عشرات الألاف من المورتانيين في قطاع الزراعة تنفيذا لبرنامج طموح لدى الرئيس الجمهورية بهذا الخصوص الثانوية الفنية بمدينة بوغة تحتضن وزير التهذيب الوطني والتكوين التقني والإصلاح ضمن الزيارة الميدانية التي يؤديها لبعض المؤسسات التعليمية التابعة لقطاعه في ولاية البراكنا الوزير عين عدة أقسام داخل المؤسسة من أبرزها قسم الخياطة والكهرباء والنجرة والميكانيكا مستفسرا عن أهم العراق التي تعيق العملية التدريسية والآليات المتخذة من أجل الحصول على تحصيل علمي مناسب داخل مختلف هذه الأقسام كما تعلمون برنامج 15 جمهورية في مجال التهذيب يتضمن في شقة التكوين المهني أولوج أربعين الشاب والشاب الثانيين لخدمات مؤسسات التكوين التقني والمهني من أجل اكتساب مهارة تممكنهم من أولوج السوق العمل مثل الإطار اليوم صاحبة والي ولاية البراكنا نتفقد سير العمل خلال هذه السنة الدراسية في مدرسة التكوين التقني والمهني في بوغي طالعنا الحمد لله على أن هنا مئات الشباب الأبناء والبنات ومن مختلف الأعمار المخريطين في تكوينات مهنية تخدم قدر كبير من قطاعات الاقتصاد الوطني وتمكن هذا الشباب أن يعودوا عندهم مهارة يكسبوا من خلالها عيشهم ويساهموا من خلالها في بناء الاقتصاد الوطني المؤسسة على غرار المؤسسات الأخرى رسمتها في بداية أمورية فخامة رئيسة المهورية خطة عمل لإسهامها في تلبية هذا الهدف وهو هدف ولوجة 40 الشاب لخدمات تكوين تقني المهني إذن 2020 كان خطة عملها رسمتها على خمس سنوات اليوم تمكننا من الوقوف أعلنها الذي كان مقرر منها 2020-2021 أعلن المؤسسة كملت ومتباركت تعدى واستطاعت أعلنها تطور الشراكات وتطور الخبرات التي قادة تمكنها من أعلنها لكن اللي رسمت في خطة عملها للسنوات الخمس المقبلة أعلنها تحكف على تحديدها باشي عود إن شاء الله طموحها أكبر الوزارة الساعية بالنسبة لها هي والمؤسسات الأخرى أعلنها تطور إن شاء الله قدراتهم باشي عودوا أدوات للتنمية الاقتصادية وأدوات لدمج الشباب في سوق العمل وفي نهاية هذه الزيارة تابع الوزير عروضا مختلفة تعكس أهم المراحل التي مرت بها المؤسسة إضافة إلى تورها في ترقية الشباب ومساعدتهم على ممارسة الأعمال وفق الطرق الفنية المطلوبة دردود السدنة الموريتانية مقاطعة بوكي هذا وكان وزير التذيب الوطني والتكوين التقني والإصلاح قد اختتم زيارة عمل مماثلة لولاية جورغل وتفقد خلال هذه الزيارة تفقد السيد الوزير سير الدروس في مدرسة التعليم الفني والتكوين المهني بمدينة كهدي شكلت مدرسة التعليم الفني والتكوين المهني المحطة ثانية من نشاطات وزير التهديب الوطني والتكوين المهني والإصلاح في مدينة كهدي عاصبة ولاية جورغل في هذه المنشئة التعليمية التي تم إشاؤها كمركز للتكوين سنة 2005 وتحولت إلى مدرسة فنية سنة 2015 اطلع سيد الوزير صحبة والي جورغل على طبيعة التخصصات التي تتوفر عليها المدرسة وبرامجها التربوية على المستويين النظري والتطبيقي وشملت الجولة مختلف الشعب المفتوحة في هذه المدرسة مع التعرف على النسبة التي وصل إليها البرنامج السنوي لتدريس والذي تأثر بفعل جائحة كورونا وفي كل المحطات يطالب وزير التهديب الوطني والتكوين المهني والإصلاح من إدارة المدرسة بدل المزيد من الجهود مع التركيز على الجانب التكويني من أجل تحسين خبرات الطلاب لتسهيل ولوشهم إلى سوق العمل وفي قاعة الاجتماعات تبع الوفد عرضا فنيا قدمه مدير المدرسة حول وضعية المؤسسة وطبيعة التخصصات التي تتوفر عليها وخطة العمل التي أقرتها هذه السنة بتوسيع دائرة التكوين ليشمل في مرحلته الأولى مقاطعة تنبود التي تعد من أكبر مقاطعات كورو الكذافة سكانية تشرفت المدرسة اليوم بزيارة معالي وزير التهديب الوطني والتكوين التقني والإصلاح السيد محمد ماء العيني والليجي وقد جاء للاطلاع عن قرب لما تقوم به المدرسة من نشاطات تكويني وقد أتاح لنا المرصة بأنه بينا له مدى وصولنا لتحقق الأهداف المرسومة الخطة الخماسية لبرنامج الرئيس الجمهورية تعهداتي في مجال التكوين الفني المهني على مستوى قرق وقد كانت هذه النسبة تفوق المتوقع أي إذا استمرنا في هذا النجل سيتم نجاز البرنامج قبل سنة 2021 وقد أبدأت الشكراتي وأستهلنا النصح للتوجه بالتكوين إلى تلك الشعب التي تجد طلباً في التشغيل خصوصاً الزراعة والمجاة وتضم مدرسة التعليم الفني والتكوين المهني في كيهيدي ما يزيد على 250 طالباً وطالباً يزاورون الدراسة في عدة مجالات كالكهرباء والنجارة والخياطة والبناء وزراعة محمد علي سالك لقناة الموريتانية مدينة كيهيدي أدى وزير الصحة لهم زيارة التفقد والطلاع لبعض المصالح التابعة لقطاعه بولاية أدرار شملت زيارة المستشفى الجهوي لشمال قيد الإنجاز ومقر الإدارة الجهوية للعمل الصحية ومنشآت أخرى من مستشفى الشمال قيد الإنجاز بمدينة أطار استهل وزير الصحة السيد نذير الحامد زيارته لولاية أدرار حيث تجول في هذه المشآت الصحية التي تضم عديد الأجنحة والتخصصات وتستقبل 150 سريراً طبياً من شأنها أن تخفف من الضغط على المشآت الصحية بالمنطقة وتمكن ساكنتها من الولوج إلى خدمات صحية نوعية الوزير استمع إلى شروح قدمها المشرفون على المستشفى عن مدى تقدم العمل حيث أكد على ضرورة تسريع وتيرة الأشغال والتقيود بالمعايير الفنية المطلوبة بعد ذلك توجه الوزير إلى الإدارة الجهوية لعمل الصحي في الولاية فزار المكاتب الإدارية ومخزن الأدوية كاميك واستفسر القائمين عليه حول الظروف التي يتم فيها حفظ الأدوية كما سلم سيارة رباعية الدفع لصالح هذه الإدارة وتلقى الوزير بها شروحا مفصلة عن الحالة الصحية بالولاية وطبيعة عمل الطواقم الطبية بها المحطة الثالثة من الزيارة كانت المركز الصحي بمقاطعة حيث طلع الوزير على حالة المركز وتجول داخل غرفه ومصالحه الإدارية قبل أن يتوجه إلى مركز الاستطباب الجهوي بمدينة أطار وأتفقد جناحي الاستقبال والطوارئ إضافة إلى غرفة الجراحة وقسم الأطفال ومصالح الاستشارات الخارجية والأشعة وجناحي التصفية والمكان الخاص بحجز مرضى كوفيد-19 المحطة الأخيرة من زيارة الوزير كانت النقطة الصحية بقرية آمدير حيث تلقى شروحا عن الحالة العامة للنقطة والخدمات الصحية التي تقوم بها وفي ختام الزيارة عقد الوزير اجتماعا موسعا مع التواقم الصحية بولاية آدرار خصصا لبحث مشاكل الصحة بالولاية واستراتيجية القطاع لإصلاح المنظومة الصحية نجيت اليوم هنا زيارة لولاية آدرار هدافة متعددة هدف الأول هو الطلاع لتقدم مشروع المستشفى الجهوي هدف الثاني طلاع على الحالة الصحية للمواطنين هون هدف الثالث هو التبادل مع الفاعلين في الصحة خاصة لدارة المحلية والمنتخبون والطاغم الصحي على سبل اللي نقدم حسنه من الخدمات لنقدم المواطنين في الهدف الأول يظهرنا اليوم صباحة المستشفى لقيد البناء يكان في ظهر شهراء قلال ربعة أو خمسة إن شاء الله يوفى العمال الموجودة ويعطينا مولانا نقتنى أنا وإن شاء الله ذوك التجهيزات ويعودوا المستشفى قد يبدأ يشتقال بالعجلة فيما يعني الهدف الثاني الحمد لله الحالة الصحية جديدة بسبعة من المواطنين حسب المعطيات والرقام اللي يقدمونا تمونك الحمد لله أن اليوم وقت كلامنا ما موجود أي حد متابع لحالة كورونا وخارج عن كورونا الحمد لله هي ذوك المعطيات اللي عن الوقاية وعن التكفل أنا والحمد لله هي في تقدم في الولاية وإذا ما معناه أن ما يفهم مشاكل صحية يغل الحمد لله إن تباركين فرمع حالة كان قدنا تقلبوا عليه إن شاء الله وكان الوزير خلال زيارته رفقة والي أدرار السيد حداد مبالي يترى إلى جانب السلطات الإدارية والأمنية والمصالح الصحية بالولاية الشيخ الحميد الموريتانية أطار للمزيد من المعلومات حول المنشآت الصحية في ولاية أدرار ينضم إلينا من أطار مباشرة السيد محمد واليزيد مدير البنية التحتية والصيانة والمعدات بوزارة الصحة مرحبا بكم ضيفنا الكريم السلام عليكم مرحبا وصفا كيف تقيم لنا مستوى العمل في بناء وتجهيز المشآت الصحية خاصة مركز الاستطباب في الشمال بسم الله الرحمن الرحيم شكرا على الاستطباب كيف تعرفوا المشآت الصحية في ولاية أدرار أهمها هو المستشفى الجهوي لمستشفى نموذجي ليعود في الولاية نموذجي من حيث البنية التحتية نموذجي أيضا من حيث تجهيزات إن شاء الله والمعايير الفنية للمستشفيات وبالتالي كيف ذكرتوا في التقرير كان من هداف زيارة معالي الوزير اليوم للطلاع على الوضعية تقدم الأشغال في المستشفى وهي الحمد لله الآن مرحلة متقدمة في حدود 80% والوزير كان حريص للطلاع على تقدم الأشغال وتسريع في إنجازها وفق المعايير الفنية والجودة المطلوبة الضيف الكريم أعمل على أنه يعمل اجتماع مع المتدخل إلى أي حد تغطي الخدمات الصحية إلى أي حد تغطي الخدمات الصحية من طواقم ومشآت الحاجة في ولاية أدرار ولاية أدرار الحمد لله تشهد تعطية صحية متقدمة فيها حدود 30 منشآة صحية مستشفى جهوي ومستشفى مقاطعة وأخمس مراكب صحية والتغطية الحمد لله على المستوى وذلك تبين من خلال زيارتنا اليوم من خلال اقتناع المواطنين وتشكراتهم للحكومة على هذا المستوى الذي وصلت إلى الولاية والتجهيزات التي وصلت مؤخرا التي جعلت من النظام الصحي الحمد لله متكامل في الولاية وهذا ذكرها السلطات الجهوية والمنتخبون المحليين وشكروا عليه السلطات العمومية والوزير أكد على الاستمرار في متابعة النواقص اللي بعضها ذكروا وتلبية المطالب اللي انطرحت في الاجتماعات مع مختلف الفاعلين والطاقم الصحي في الولاية ماذا عن النواقص ما هي أبرز النواقص التي لاحظتهم بالنسبة للوزير كان حريص على أنه يستمع لكافة السكان والعواملين في مقضاع الصحة والمنتخبون المحليون والمطالب كانت أساسا مطالب تتعلق بالمصادر البشرية لأن التجهيزات والبنى التحتية موجودة وكيف تعرفوا المصادر البشرية الوزارة ما هي باخلة يقير بعض أحيانا في بعض النواقص اللي خارجة عن إراضة منها التكوين اللي يطلب وقت في المدارس الصحية وفي المستشفيات وعلى كل حال الوزارة عندها خطة مستقبلية على المدى المتوسط والبعيد لتلبية كل طلبات فيما يخص بعض التخصصات اللي تحدثوا عنها بعض الساكنة وبعض المنتخبون المحليون وفي عمل الآن حتى قبل الزيارة على تلبية هذه المطالب والعمل على الحلول المشاكل المتعلقة بها شكرا جزيرة لك سيد محمد دول اليزيد مدير البنية التحتية والسيارة والمعدات بوزارة الصحة حدثتمونا من مدينة أطار احتضنت مدينة كيهيدي أعمال ورشة القانون الجديد المنظم للجمعيات والهيئات وشبكات منظمة من طرف مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني تلقى المشاركون في هذه الورشة التي اختتمت اليوم عروضا حول ما هي القانون الجديد وآلية التشاور والتبادل بخصوصها ولاية قرقل تحتضن ورشة للتشاور والتبادل حول تطبيق القانون 004 2021 الخاص بالجمعيات والهيئات وبالشبكات هذه الورشة أشرف عليها مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني السيد محمد الحسن البخريس ووالي ولاية قرقل السيد أحمد نوالسيدب وحضور السلطات الإدارية والقضائية والأمنية والمنتخبين المحليين الورشة تهدف إلى شرح مضامين القانون الجديد الذي يأتي لتكريس الحقوق والتنمية الجماعية وما يترتب على إنشاء الجمعيات والهيئات والوداديات سبيلا في حماية حقوق الإنسان وتمهين العمل الجمعوي أيها السادة والسيدات أتشرف بوجودي معكم اليوم بكهيدي في إطار لقاء تشاوري مع السلطات الإدارية والقضائية والأمنية على مستوى ولاية قرقل حول أنجع الطرق لتطبيق القانون الصيف الاربع 2021 الخاص بالجمعيات والشبكات والهيئات التي تمت مصدقة عليه مؤخرا ويشكل تحولا جوهريا في طرقية النسيس الجمعوي في بلادنا أيها السادة والسيدات يتلقى قانون الصيف 4 2021 لتكريس الحريات والحقوق ومن أجل مهنة الكيان الجمعوي ودعم دوره في تعزيز السلوك المدنية وتطوير وتنمية المجتمع يعطي القانون الجديد تعريفا أكثر دقة ووضوحا للجمعية حيث أصبح إلزاميا أن تتشكل من خمسة أشخاص على الأقل وأن تقضي مجالا أساسيا واحدا كما يحدد قواعد التأسيس والنظم التشقيل والحكام الداخلية والرفض أو أسباب التعليق والحل عمدة بلدية كيهيدي السيد طهرى برد أشهد بهذا القانون وأهميته التي تندرج في حماية حقوق الإنسان مذمنا إصدار هذا القانون الذي لا شك سينعكس على الجمعيات والشبكات ويصون حقوق الجميع شهدت الورشة عروضا حول شرح مضامن القانون الجديد 004 وعروض أخرى عن حقوق الإنسان ومكافحة الإتجار بالبشر ومخلفات الاسترقاق ومعاقبة الممارسين وهو الأمر الذي رفع من تصنيف البلاد في مؤشر حقوق الإنسان باهبيري وليل يدالي قناة الموريتانية مدينة كيهيدي اختتمت اليوم في الواقشوط أشغال ورشة للتحسيس الصحفيين حول تسير الساحل الموريتاني منظمة من طرف وزارة البيئة والتنمية المستدامة بالتعاون مع البنك الدولي وتعم هذه الورشة التي تدخل في إطار مشروع الاستثمار الإقليمية إلى التحسيس في سبيل مواجهة تأثير المناطق الشاطئية في غرب إفريقيا بموريتانيا التي تسخر بمقدرات اقتصادية واعدة خلال يومين ناقشت هذه الورشة المنظمة من طرف وزارة البيئة والتنمية المستدامة بالتعاون مع البنك الدولي ناقشت أهم الرهانات المتعلقة بالمحافظة على الطبيعة والتسير المستدام للشاطئ والعلاقات بين البيئة والفقر والتنمية الاقتصادية والصحة العامة وقد استفاد من هذه الورشة إعلاميون من مختلف وسائل الإعلام قدمت لهم شروح حول استراتيجية ومخطط قطاع البيئة والتنمية المستدامة المتعلقة بتسيير الساحل الموريتاني المشاركون عبروا عن أهمية هذه الورشة وما توصلت إليه من نتائج شارك في الورشة النظيمية التي نظمت اليوم التي نظمت خلالها ونهارين الماضية حول تحسيص صحافة الوطنية والدولية حول المظاهر التي تمس من الساحل أو الشواطئ الموريتانية إياك تعود فهم صحافة بيئية قادرة على أن تفاجه الحدث وتواجه أيضا تحديات الموجودة في الساحل الموريتاني كذلك النشاطات الإنسانية التي تعدل التي تؤدي الإذاء للشاطئ الموريتاني نتائج لحراجنا هو مجموعة من التوصيات وتوصيات فيه تقريبا تعزيز تكوين الصحفيين في مجال الشاطئي وبعض التكوين شبكة صحفيين متخصصين في الشواطئ بتعاون مع وزارة البيئة حضرنا هذه النهارات الأثنين إن شاء الله في أيام تعلمنا فيهم ياسر والحضور كان على المستوى والمداخلات والمحاضرات التي تقاوموا على المستوى وفي الأخير اتصلنا على العدل المشاركين عدلوا بدلوا شبكة تعني لا المهتمين بالشاطئ وراجين لهم ياسر من التوفيق إن شاء الله هذا وطالب المشاركون بضرورة متابعة التوصيات التي تمخطت عنها النقاشات وتطبيقها على أرض الواقع أعلنت وزارة واصحة اليوم في إجازها الصحفي اليومي عن تسجيل 16 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد وثماني حالات شفاء خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية فيما لم تسجل أي حالة وفاة ليصل بذلك إجمالي الإصابات منذ ظهور الوباء في بلادنا إلى 17 ألفا وأربعمائة وعشر حالات من بينها 16 ألفا وسبعمائة واثنتان وخمسون حالة شفاء واربعمائة واثنتان واربعون حالة وفاة الآن ننتقل بكم شهدنا الكرام إلى شبكة مراسلين في الداخل حيث ينضم إلينا من مدينة روسو عبد الودود سيدنا ومتالي والصادق من مدينة كيف سنبدأ معك عبد الودود مساء الخير عبد الودود اسمعوا كيلالا اسمعوا عبد الودود على ضوء زيارة التفاقد التي أدا وزير التهديب لبعض المنشآت التابعة لقطاعي هل من معلومات حول مؤسسات التكوين المهني في بوغي وهل أيضا من معلومات تفصيلية بخصوص ما تم الإعلان عنه من قبل القطاع حول وضع استراتيجية جديدة لتكوين الشباب في مجال الزراعة فعلا في الحقيقة مقاطعة على ذنوية فنية واحدة لكن ولاية البراكنا بشكل عام تتوفر على ذنويتين فنيتين وهذا هو الشيء الذي ربما يميزها عن باقي ولاية الداخل التي لا تتوفر إلا كل ولاية تتوفر على ذنوية واحدة في عاصمة الولاية هذا ربما يميز ولاية البراكنا بشكل عام فعلا هذه الثانويات الفنية يتحدث المشرفون عليها عن طاقة استعابية معقولة عن أعداد كبيرة من التلاميذ المقاطعة الثانوية الفنية في مقاطعة بوكا هذه الثانوية خرجت الكثير من الشباب في مقاطعة بوكا والمناطق المحاذية لها على مدى العقود الأربعة الماضية قدمت كذلك تكوينات مختلفة في مجالات متعددة من مجالات التكوين المهني من الخياطة من النجارة ومن الكهرباء ومن الميكانيكا وفعلا ساهمت بشكل كبير في ترقية الشباب وتطويره وتدريبه أيضا على ممارسة الأعمال وفق النظوم الفنية المعروفة فيما يتعلق لالة بالاستراتيجية حقيقة هي استراتيجية منبذقة من رؤية رئيس الجمهورية التي أعلن عنها في برنامج تعهداته المتمثلة في تكوين 40 ألف شاب في أفق 2024 حدود أفق تقريبا السنوات الأربعة القادمة وزارة التهديب الوطني والتكوين التقني والإصلاح تؤكد أن هذه الاستراتيجية التي اتخذت من أجل تنفيذ هذا الجزء المتعلق من برنامج تعهداته المتعلق بتكوين هؤلاء الشباب يتمثل هذه الاستراتيجية المتخذة من طرف الوزارة في أن كل تقريبا ذنوية في جميع ولايات الداخل أسندت لها تدريب عددا من الشباب ويتوقع المستشارون الفنيون الذين تحدثنا معهم في وزارة التهديب الوطني أن يتم تكوين هذه الاعداد من الشباب هذه الاعداد الكبيرة في تقريبا أجل تقريبا يقدر بثلاث سنوات أي قبل الآجال المحددة طيب عبد الودود هل من المعلومات عن متى ستبدأ هذه التقوينات هذه المجالات التي تحدثت لك عنها متنوعة فعلا لكن مجال الزراعة تختص به الثانوية الفنية في مقاطعة بوغا ويشهد إقبال كبيرا من طرف الشباب خاصة النساء بالتالي هي الميزة التي تميز به الثانوية الفنية في مقاطعة بوغا أي ميزة التدريب في المجال الزراعي عبد الودود سيدنا مراسل الموريتانية من مدينة روسو شكرا لك رغم بعدها الجغرافية في قلب الصحراء الصحراء الحوض الشرقي لأن مدينة ولاة التاريخية لم تنجو من تسجيل إصابات بفيروس كورونا خلال الموجة الثانية لكنها بالمقابل استطاعت أن تكون من بين أوائل المقاطعة التي شهدت تراجعا سريعا في أعداد الإصابات مراسل الموريتانية في الحوض الشرقي يرصد لنا في هذا التقرير بعض جانب المجهود الصحية الذي قيم به لمواجهة الوباء في هذه المدر لم تسلم مدينة ولاة التاريخية من تأثيرات الموجة الثانية من جائحة كورونا وإن بوترة أخف وللتصدي للفيروس المستجد قامت سلطات الإدارية والأمنية والصحية بعمليات التحسيس بهطورات الفيروس وهو ما قلل من نسبة الإصابات كورونا لجان لتحسيس حول خطورة هذا المرض وإتخاذ كافة إجراءات احترازية حولها ضد هذا المرض وحمد لله حتى الآن لم يوجد أي حالة في هذه المقاطعة ولكن نأكد المواطنين أن هذا المرض مزال لا خالق ويلا مواطنين يواصلوا تطبيق إجراءات احترازية ضد هذا المرض وحسب المركز الصحي بالمقاطعة فإن المدينة وما جاورها لم يعرف سوى بضع إصابات بالفيروس خلال الأشهر الماضية أغلبها وافدة ويستعد المركز لكل ما هو طارئ حيث يبقي أطقمه في حالة استنفار المركز الصحي هنا فيها ضربة خاصة بتشخيص حالات كوفيد أول مريض عندما يجي المريض عندما يتقود متوفرة فيه الأعراض يتم توجيهه شوار تلك الضربة ويتم تشخيص حالته في حالته كانت إيجابية يتم توجيهه حسب درجة خطورة الحالة إذا تستدعى الأكسجين يتم توجيهه شوار مركز الإصطلاع في النعمة وفي حالته كان حالة آدية يتم تكفر به هنا على مستوى المركز الصحي ويتوفر المركز الصحي بولاته على صيدلية تحتوي على الأدوية والمستلزمات الضرورية لعلاج المرطة يسهر الطاقم الطبي بمركز الصحي بمقاطعة ولاته على تقريب الخدمات الصحية من المواطنين بهدف توسيع دائرة التغطية الصحية لتشمل عديد القراب والتجمعات السكرية في المقاطعة النائية ما شاء الله فأدوى أركب تباقر الله الحمد لله ما شاء الله ما أنه رأيым لمشكلات والدوى ما شاء الله ماهو كاسفة تباقر أبسط أصرات قد ما شاء الله تتفاقر ما شاء الله الحمد لله طب ما شاء الله ما عنده أي مشكلة دوى فيه متوفر كعمل الطان وفي ذلك ما شاء الله ما عندنا أي مشكلة وبين تقديم الخدمات الصحية للمرضى والتصدي لجائحة كوفيد تسعة عشر تتوفر مدينة ولاة على خدمة صحية جيدة محمد عمر بلول الموريتانية مدينة ولاة نشكر الزميلة التي رفقتنا في لغة الإشارة ما مضى من هذه النشرة ابتداية كيف رقم واحد هي الأقدم في هذه المدينة حيث يعود تاريخ إنشائها إلى بدايات القرن الماضية شهدت هذه الابتدائية من مواد طينية قبل أن تشهد ترميمات محافظة في نفس الوقت على دورها في تعليم النشأ وتخريج دفعات من التلاميذ أصبح لبعضهم شأن كبير فيما بعد مدرسة أمرها بعمر نشأة وطن أو يزيد هي المدرسة الابتدائية رقم واحد بمدينة كيفا حين تتجول في أروقتها وفصولها رفقة ما الشهد وضع أول حجر فيها تشعر وكأنك تقرأ صفحات من تاريخ موريتانيا صغير النجار بأول مبتشية للتعليم بولاية الأصابة يتذكر بكثير من الحنين كيف شيدت هذه المدرسة التي لا تزال تحافظ على بعض من ملامحها ما قبل الاستقلال يتذكر فيما بعد مدرسة بناها سنتات من 155 بناها وقسم الخطة من 155 وقرات فيها الناس 159 2059 د تنجار الإدارة الجهوية للتعليم الأساسي وفي وقتين 66 البريمية جنفية من سنة 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 انجو هون تركة تلاميذ كل كلاس عنده ساعة يقرأ يقرأ النجارة ويقرأ مكان الشين ويقرأ بيتير ما يخلق نوع ما يقرأه صغيره وبعد أن أعطاها جل سنوات عمره خدمة لبلده يراها اليوم بعيون أخرى غير عيون الأمس السقل نوع السقل ما هو شيء يتعليك بي ما يصيب اللي نعرف بي من أين قاعد يقرأه هذا بيبانة اللي كان فين فيتر اللي كان إنك صاب تحذر وي عندي ماهزين لين شوموا اللي هاو بيبانة تجدنا كل مول ما تأتي اللي هاو بيبانة بيبانة رغم تقدمها في العمر وظهور علامات الشيخوخة في كل ركن منها لا تزال المدرسة الابتدائية رقم واحد بكيفا قادرة على احتواء التلاميذ أمل المستقبل المدرسة بدأت بذلك الخدمات اللي قدمت اللي هو خطة التكوين وتخريج الأطر الموريتانية وظلت مستمرة بتكوين الأجيال إلى يومنا هذا بالتالي الجانب التربوي عندما بدأ في المدرسة تم الجانب التربوي مستمر ببنية تربوية مكتملة حتى الفترة اللي احنا فيها موجودة ذو التلاميذ يعتبرون جلوس أبنائهم على مقاعد الدراسة بهذه المدرسة مفخرة لهم فبالنسبة للسكان هنا المدرسة رمز وطني يجب المحافظة عليه تعتبر رمز من رموز ولاية العصابة ويا الله تعود محافظة عليها وطنية ومحافظة عليها تاريخية ويا الله تعود في مرتبة ما هي هذه المرتبة اللي هي فيها حالة لأنها في قلب المدينة وعلى قدرون وفي الواجهة وتعطي صورة للتعليم حسن أم سي تطورت المدينة وتغيرت معالمها وبقيت المدرسة الابتدائية رقم واحد صامدة أكثر من ستين عاما فاتحة أبوابها أمام طلبة العلم وإن أنهكتها السنين وينضم إلينا من مدينة كيفا مراسلنا متالي الصادق متالي صادق تحدثتم في التقرير عن وضعية المدرسة رقم واحد كأعرق مدرسة ابتدائية في مدينة كيفا ماذا عن وضعية التعليم بصفة عامة البنية التحتية له على وجه الخصوص في مدينة كيفا نعم بالنسبة لشاطر الأول من السؤال الوضعية التعليم بشكل عام إن تحدثنا عن ولاية بشكل عام ووضعية يمكن القول أنها جيدة نتيجة لتواجد نسبة أكثر من 90% من الكادر التدريسي موجود ويقوم بعمله يوميا الطلاب يجدون الكتب ويقومون بالامتحانات وبالتالي البنية بشكل عام أو النظرة العامة للتعليم هنا على مستوى ولاية العصابة يمكن القول أنها جيدة أما بالنسبة للمدرسة رقم واحد هذه المدرسة تعتبر تاريخ بالنسبة لولاية العصابة حقيقة هذه المدرسة دخلت الخدمة منذ أكثر من 60 سنة يعني عمرها بعمر الجمهورية الإسلامية الموريتانية تقريبا وبالتالي هذه المدرسة ما زالت قادرة على العطاء قادرة على احتواء التلاميذ نتيجة لقوة البنيان التي تتمتع به حتى أنها في الموسم الخريف الماضي تأثرت المنازل المجاورة لها بشدة الأمطار المدرسة لم تتأثر نهائيا وبالتالي هذا دليل على أنها لا تزال صامدة ويمكن أن تواصل عشرات السنوات القادمة بالعمل كمؤسسة تعليمية في المنظومة التربوية هنا على مستوى الولاية شكرا جزيلا لك متالي الصادق حدثتنا من مدينة كيفا احتضنت محضرة الهدى بن وذيبو فعاليات حفل تكريم عدد من حفظة القرآن والمتون المحضرية تشجيعا للمهتمين بهذه العلوم الشرعية حضر هذا الحفل اللفيف من الأساتذة والقراء والدعاة وبعض طلاب المحاضر في نوذيبو إلى حيث تأويل أفيدة والقلوب منبع العلم والفضل إلى حضرة المحضرة حيث السكينة والقرب من الله يمم هذا الجمع من العلماء والمشايخ والدعمين والسياسيين وجوههم لمؤذرة ودعم شيوخ المحاضر وتلامذتهم حضورهم في هذا اليوم ولمهل هذه المجالس هو نوع من مساعدتها للعلم وتشجيعهم على طلب العلم وقد جاء في الحديث خيركم من تعلم القرآن وعلمه فيدخلوا في تعليم القرآن منعان على تعليمه ولو بشطر كلمة ولو بمؤازرة ولو بقلم مكسور ولو بلوح أو دفتر أو غير ذلك عمدة بلدية واليب المساعد أكد استمرار البلدية في دعم المحاضر لمواصلة نهجها على هذا الطريق نشكر محمد والحبوس هذه المحاضرة التي صخر وقته وصخر جهده إياك يقرر فيها أولادكم أولاد المسلمين يقررهم كتاب الله هذا ما كيفوش وأشاكركم وتماتي على مجيكم واللي مشيتوا عن دياركم إياك تشجع أولادكم ليقرأوا كتاب الله ولا يقول لكم عذا الوقت الزمن زمن آخر الزمن ولانحراف هوين ولانحراف هوين والدجاجي ليسري واللي قد يفكر يا قاش كيف قالكم الفقه يسكن على الطريق المستقيم هو أكتاب مولانا وهذا ما كيفوش ويالتكم تحسوا أولادكم على ليقرأوا القرآن كامل الحفل تخلى له تقدم شهادات للمشايخ والعلماء والداعمين نظرا لدورهم في مواصلة هذه المحضرة مشوارها التدريسي على أكمل وجه كما قدمت شهادات وإفادات للطلاب تذمينا لجهودهم في حفظ القرآن والمتون وفي النهاية قدم أشبال المحضرة مجموعة من الأناشيد التي تنير سبل المسالك أمام الشباب توجيها وإرشادا لقناة الموريتانية عبدالله الزبير يشكل سوق أدوات ومسترزمات التنقيب عن الذهب السطحي وجه لمئات الباحثين عن أجهزة ومعدات تساعدهم على اكتشاف واستغنال كميات الذهب المكتشفة في مناطق عديدة شمالي البلاد مرسيل الموريتانية يعصد في هذا التقرير أبرز مميزات هذه السوق الحديثة في الزويرات والفريدة من نوعها نشاط اقتصادي هام خلقته مجالات التعدين في مدينة زورات عاصمة المناجم وخاصة المرتبط منها بالتنقيب السطحي عن الذهب تمثل في وجود أسواق جديدة بالمدينة تختص ببيع السلاع والمواد المستخدمة في التنقيب من ماكنات وأدوات للحفر وتكسير الحجارة وغيرها من المستنزمات التي احتلت جانبا كبيرا من السوق المركزي بالمدينة إضافة إلى محال للبيع المنتشرة في أرجائها ما فتح المجال أمام الكثيرين للاستثمار في هذا المجال من زوايا أخرى وفي جانب آخر من المدينة توفر خياضة الخيام داخل معتبرا لعشرات النسوة لا يعمل على خياضتها وتجهيزها للمنقبين السوق وفرت للمنقبين هذه الأدوات والمستلزمات الضرورية لمزاولة نشاطهم التعدينين رغم ما يتحدثون عنه من وناء في أسعار بعضها هذا السوق مهم وفيه نتيجة كبيرة على ساكنتها المدينة ونحن مولي المنقبين وفرنا ياسر من البضاعة والمساعدة الضرورية لكنا ننتقل من هذه المنطقة الشرن واخشوط وضعا مشهولها عاد هذا السوق ما شاء الله مفرنا ياسر من المستلزمات نختار الدولة تطيه عناية ونيلام جديد نقم مليئ بقروفات مولدات هذه ومولدات غالية الثمن إن شاء الله تعود الوسائل التي لا تسموها بالتعديد تنباع لهم بسعارة شوية يقدوا يشروها ترد معقولة مناسبة وخافض أيضا تكلفة النقل هذا ينعش الاقتصاد ومليه يستفاد الولايات وقد أدت الحركة الدؤوب للباعة والمتسوقين التي تشهدها أسواق المدينة يوميا إلى انتعاش عديد المهن الأخرى للموريتانية أحمد معلوم محمد زولات نظمت جمعية معا لنشر الخير الخيرية مساء أمس بالعاصمة واقشوت أمسية احتفالية لتخليد اليوم العالمي للكلاء تهدف هذه الأمسية إلى تحسيس المجتمع حول خطورة مرض الفشل الكلوية وضرورة الوقاية منه رئيسة الجمعية سيدة مريم محمد سعيد دهاء أشادت في كلمتها بالمناسبة بالجهود المبذولة من طرف السلطات العمومية في مساعدة مرض الفشل الكلوي إلى جانب جهود الجمعيات الخيرية ونشطاء المجتمع المدنية دعية إلى بذل مزيد من الجهود لهذه الفئة المتدخلون أيضا بدورهم ثمنوا هذا العمل المقام به من طرف الجمعيات المطالبين بضرورة التحسيس ونشر الوعية الصحية بين المواطنين حول مخاطر هذا المرض وطرق الوقاية منها انطلقت مساء أمس بفلدية الرياضة القافلة المديحية لموسمها الرابع تحت شعار المتح رسالة محبة وسلام المنظمة من طرف مركز ترانيم للفنون الشعبية بالتعاون مع جمعية التنوع البيئي والثقافي بتمويل من مشروع كوريام الرئيس مركز ترانيم محمد علي والبلال قال في كلمة له إن هذا المشروع جاء لنشر جملة من الخصال الحميدة التي تحلى بها الرسول صلى الله عليه وسلم لتعزيز دور الفرقة المديحية في أوساطها الاجتماعية موضحا أن هذه القافلة ستنظم في أربع بلديات داخلها بعاصمة واكشوط بدءا من الرياض مرورا بعرفات فالميناء وصولا إلى بلدية تجونين وأضاف رئيس مركز ترانيم أن المشروع يسأل ربط الصلة بين المداحة وسلطات المحلية ذلك من أجل دمج هذه الفرق وانشطتها في السياسات التنموية المحلية اعتبارها شريكا قاعديا مهما مما يمكنه من لعب دوره بالتماسك الاجتماعي والتصدي لظاهرته العنف والتطرف إذن إلى هذا الحد محمد لم يكن وصدق قد وصلنا بمشاهدنا الكرام إلى ختم هذه نشرة تذكيرا بأبرد ما تبعتم فيها من أماما وزير التذب الوطني يؤكد من لبراكنا تقدم الاستراتيجية الوطنية لدمج عشرات الألاف من المواطنين في القطاع الزراعية عبر مؤسسات التكوين المهني بالولاية وزير الصحة تفقد سير الأعمال في المستشفى الجهوي لشمال وبعض المنشآت التذب عن قطاعه في ولاية أدره كي هيدي تحتضن ورشة حول القانون الجديد المنظم للجمعيات والهيئات وشبكات وعليات التشاور والتبادل الخطيقية ختاما نشكر لكم كربا المتابعة بإمكانكم متابعتنا أكثر والتواصل معنا عبر موقعنا على الانترنت وكذلك عبر صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي كما يمكن لمشاهدنا الكرام أيضا متابعة بثنا الإذاعي في الواقشوت عبر الموجة الترددية 101.9 FM في أمان الله في أمان الله